أهلاً بكم معنا ودور التعليم اللغة الإيطالية المستوى الأول Curso di lingua italiana livello a1 وموجودين في lezione 4 أو الدرس الرابع ونتذكر معاً الفعل أنداري الفعل أنداري معناه يذهب أنداري هو فعل irregulare أو verbo irregulare ومعناها أنه فعل لا يتبع القاعدة أو فعل shift عند تصريف الفعل أنداري أو il verbo أنداري يصرف كالتالي io vado ane aذهb tu vai anta tathab lui va hoa yathab lei va هي tathab noi andiamo nahno nathab voi andate antum tathabun loro vanno hum yathabun الفعل أنداري تستخدم معاها بعض حروف القر يعني يجب أن تحفظ هنا مثلاً عندنا vado in eitalia يعني أنا أذهب إلى إيطاليا بنلاحظ أن حرف القر in بيأتي وراء اسم بلد أو paese vado in eitalia vado in francia vado in spania vado in واسم بايازي بلد تمام؟ أو ممكن أقول vado in biblioteca biblioteca يعني مكتبة القراءة العامة biblioteca أي اسم ينتهي بتاكة بيأخذ حرف الجر in vado in biblioteca vado in discoteca أي اسم ينتهي بتاكة وأيضاً الأسماء التي تنتهي ب vado in libraria libraria هي مكتبة بيع الكتب تمام؟ وكمان أيضاً بقول vado in montania montania من الأسماء التي تأخذ حرف الجر in montania معناها الجبل يعني أذهب إلى الجبل وطبعاً ممكن أقول vado in citar citar اللي هي المدينة أو vado in centro vado in centro وسط المدينة يبقى هنا in vay albar هنا حرف الجر al مع الفرب وانداري بيأتي معاه بعض الكلمات ومنها vado albar أو vay albar معناها أذهب إلى المقهى وهنا vay al restaurant يعني إلى المطعم يبقى هنا albar والrestaurante وهنا vado al cinema vay al bar يعني أنت تذهب إلى البار أو vay al restaurant أنت تذهب إلى المطعم أو vay al cinema يعني أنت تذهب إلى al cinema وvay al mare أنت تذهب إلى البحر بنلاحظ هنا الكلمات التي أمامنا تستخدم al al تمام يعني بتاخد حرف الجر al إلا هو أ بيبقى بيبقى preposizioni artikulata يعني حرف garr مرتبط بأ artikulo يبقى هنا vay al bar vay al restaurant vay al cinema vay al mare وهنا vay a Roma يبقى هنا vay a Roma Roma طبعا اسم مدينة أو città يبقى هنا a piu una città يعني مدينة يبقى هنا vay al Roma هو يذهب أو هي تذهب إلى روما a teatro a teatro يعني إلى المصرح تمام أو aletto va aletto يذهب للنوم تمام اللي هي نفسها va adormire أو va ananna أو aletto إلى النوم وهنا va estudiare estudiare يعني للمذكرة طبعا لما بيجي فعل في المصدر ولسه هنبدأ فيه يعني لسه هذهب للمذكرة فبقول va ador estudiare هو يذهب إلى المذكرة يعني يذهب ل يتسوق فبالتالي الأفعال اللي بتكون الأفعال طبعا بتأتي بعد أي حرف جر في المصدر ولكن لما بيكون فيه فعل إحنا هنعمله ولسه هنبدأ فيه بنستخدم فيه حرف الجر a أوكي مع الفرب اندار تمام وفيه بعد كده مثلا عندنا حرف جر تاني اسم دا يبقى هنا دا وبيو النوم دي كوالكونو يعني اسم شخص ما ايو فادو نانادية ايو فادو دا ماريو ايو فادو دا فرانكو دا واسم شخص تمام يبقى هنا الفرب اندار وبعض حروف الجر التي تستخدم معه عكس الفرب اندار في فعل تاني اسم بنير الفرب بنير هو فرب irregulare irregulare يعني لا يدبع القاعدة فعل شاز عند تصريف الفرب بنير حقول ايو فانغو ايو فانغو يعني انا اأتي طبعا اندار يذهب بنير يأتي ايو فانغو انا اأتي تو فياني انت تأتي لو لا فياني هو يأتي او هي تأتي نوي بنير نحن نأتي في بنير انتم تأتون لور بنير هم يأتون تمام في عندنا طبعا قبل كده لو نتذكر ان احنا كنا بنستخدم سؤال معين للسؤال عن الجنسية وهو كان يعني من اين انت وكانت الاجابة كانت بتكون مثلا sono italiano أو italiana تمام sono italiano نشي لو والا دو italiana لو bent مشي وبعد كده كان ممكن اقول sono di roma sono italiano sono di roma ok jani انا itali او انا من roma هنا السؤال كان انت الverbo essere di dove sei هنا الاجابة بتكون انت الverbo essere sono italiana هنا الجنسية la nacionalità وسono di roma السؤال كان بدي والاجابة بدي نفس السؤال ممكن ان يسأل بطريقة اخرى وهو da dove viene da dove viene هنا استخدم ilverbo venir ilverbo venir هنا بمعنى من اين تأتي يعني بلدك اي يعني ما جنسية هو نفس di dove sei من اين انت ok ممكن نسأل di dove هنا مثلا vango طبعا انا تسألت بالverbo venir ماشي وزي ما تسألت بالverbo venir هجاوب بالverbo venir vango da webio larticolo determinativo او اداة التعريف webio il nome del paese او اسم البلد تمام يعني هنا مثلا هقول اا لو حد جاي من المغرب المغرب اسمها il marocco il marocco هنا مذكر il marocco تمام فهقول vango vango da il marocco da il marocco اللي هي بتدمج مع بعض وتكون dal marocco dal marocco اللي هي da il marocco تمام اوكي da il marocco لو حايزتكلم عن البلد هقول vango او عن المدينة يعني vango da casablanca مثلا تمام وهنا عندنا مثلا بلد تاني هتكون مؤنسة هنقول la libya la libya او la تونزية او la syria كل دي بلاد مؤنسة تمام فهنا فهنا هقول زي مثلا l'egitto l'italia l'algeria l'algeria يبقى يبقى هنا طريقة اخرى للتعبير عن الجنسية في بلاد بتاخذ la la على سبيل المثال la yamen la yamen اللي هي اليمن طبعا هي بلد بتكون بتاخذ la لان هي تبدأ طبعا بتبدأ بحرف y وفي بلاد بتاخذ حرف الجر i لانها جمع على سبيل المثال i paesi 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 هي اولندا او هولندا البلاد المنخفضة i paesi paesi و لما نيجي نتكلم عن الجنسية هنقول vengo dai paesi paesi طبعا اللي هي dai paesi paesi بتكون dai paesi paesi تمام وفي بلدان اخرى بتاخذ حرف الجر li g l i على سبيل المثال stati uniti li stati uniti الولايات المتحدة الامريكية li stati uniti فهنا هقول vengo dali اللي هي dai و li dali stati uniti وهناك ايضا بعض حروف الجر والتي تأتي مع il verbo venire على سبيل المثال domani vengo in italia يعني غدا اتي الى italia in italia in وراها اسم paese او دولة وهنا vieni a milano vieni a milano يعني تعال الى milano هنا انا انا موجود في milano وبكلم حد انه ييجي milano يعني a milano ولكن هنا vengo da milano vengo da milano يعني انا جي من milano يعني معناها sono milanese يعني انا من milano او sono di milano هي نفسها vengo da milano غير vengo a milano يعني انا جي milano بكلم حد موجود في milano بقول vengo a milano ولكن vengo da milano انا جي من milano تمام وهنا vengo da te vengo da te يعني انا جي عندك da te complete التست con la forma presente di andare o venir يعني اكمل النص مدار للفعل andare يذهب او الفعل venir يأتي ciao مي chiamo يونس خن اهلا انا اسمي يونس خن او 25 عني عمري 25 عام ا vengo dall india وا اتي من الهند اللي معناها ان انا sono indiano يعني انا hindi vengo dall india نفس المعنى دا تريع عني يعني منذ سلاسة سنوات vivo a roma عيش في روما اي 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 يعني تأتي dall india طبعا ما ننساش ان familia او la familia هي كلمة مفردة يبقى la mia familia viene dall india ما ora vive a londra ولكن الان تعيش في london in una casa alla periferia della città هنا في منزل او بيت in una casa alla periferia periferia يعني دواحي della città دواحي المدينة mia mia madra casalinga يعني in pensione in pensione quest'anno i miei fratelli più piccoli يعني i chveti الصغار o l'asghar minni vanno ancora a scuola يذهbون او ما زالوا يذهbون الى المدرسة لم i sorelle grand يعني إخواتي البنات الكبار sono sposate متزوج e vivono in altre città dell'inglterra ويعيشون في مدن أخر في inglterra io vado a trovare lì o nianno يعني انا اذهب io vado a trovare lì l'altقي بهم ok axofum يعني ogni anno koll عem durante le vacanze estive esne l'agazet l'sajfija durante le vacanze estive in agosto في augustus ci ritroviamo يعني ben attaqqabal tutti a kaza kullina febiet dei miei genitori febiet wali dei genitori l'hum l'abbul l'hum il walidin vengono anche le mie sorelle يعni bi vengono aidan anche le mie sorelle i khwati l'abbani con l'oro famiglia يعni مع عائلتهم almeno ala l'aqql per una set timana ala l'aqql l'amud d'esbua la famiglia indianne sonu molto unita يعni l'aqilat l'hendia bitcun muttahida oki unita inon riu shamo wala nastati astare molto tempo senza d'arci wala nastati an na zhal wakt to il bidun an nara baud le domani ke ayam l'ahad andi amu tutin siyame bin nathab koulina gamayana nae parki in torno a londra fii al hodaiq al am parki hawla london efa tshamu billi simi piknik jani bin amel baud nusha jani bitkun gamila jiddan nusuhat jani bitkun au nusha bitkun gamila jiddan tuttul jurno tuttul jurno koul iljom io sono un inginiere jani ana muhandis sono in contatto con una azienda italiana wana al attisal bian sharika italiana ke vorrab assomir mi waleti turid an tuozif ni ma io non sono sicuro walakini lasstu mutakid di voler lavora in italia london 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 che è una bellissima città perché non vieni anche tu a Londra Ciao, mi chiamo Yunus Han ho 25 anni e vengo dall'India da tre anni vivo a Roma e sono contento di vivere in Italia anche la mia famiglia viene dall'India ma ora vive a Londra in una casa alla periferia della città mia madre è casalinga è un'ottima cuoca di cibi indiani mio padre invece va in pensione quest'anno i miei fratelli più piccoli vanno ancora a scuola le mie sorelle grandi sono sposate e vivono in altre città dell'Inghilterra io vado a trovarli ogni anno durante le vacanze estive in agosto ci ritroviamo tutti a casa dei miei genitori vengono anche le mie sorelle con le loro famiglie almeno per una settimana le famiglie indiane sono molto unite e non riusciamo a stare molto tempo senza vederci le domeniche andiamo tutti insieme nei parchi intorno a Londra e facciamo bellissimi picnic tutto il giorno io sono un ingegnere e sono in contatto con un'azienda italiana che vorrebbe assumermi ma io non sono sicuro di voler lavorare in Italia anche se so che l'Italia ha bisogno di ingegneri penso invece di andare a Londra che è una bellissima città perché non vieni anche tu a Londra il presente indicativo di venire e di andare e al mudore al daleli l'il fa'al venire e l'il fa'al andare venire io vengo tu vieni lui viene lei viene noi veniamo voi venite loro vengono venire io vengo tu vengo lui lui vengo lei viene noi vengo voi venite loro vengono il verbo andare io vado أنا أذهب Tu vai أنت تذهب Lui Lai Va هو يذهب أو هي تذهب Noi andiamo نحن نذهب voi andate أنتم تذهبون loro vanno هم يذهبون Dove عabiti أين تسكن Io عabito in kampania أنا أسكن في الريف in kampania Io عabito in periferia أنا أسكن في الدواحي in periferia Io عabito a Napoli a Napoli في مدينة Napoli Io عabito a Roma a Roma أنا أسكن في Roma Io عabito in città أنا أسكن في المدينة in città Io عabito in un appartamento أنا أسكن في شقة Io عabito in una villa أنا أسكن في villa in una villa اسم مدينة a Roma اسم مدينة وناخد بلنا إن in città يعني في المدينة ولكن أنا أروم اسم المدينة نفسه بيأخذ حرف القر A Dove vai أين تذهب Dove vai Vado al lavoro أذهب إلى العمل Vado al cinema أذهب إلى السينما Vado a Roma أذهب إلى Roma Vado a school أذهب إلى المدرسة Vado a casa أذهب إلى البيت Vado al mare أذهب إلى البحر al lavoro إلى العمل al cinema إلى al cinema a Roma إلى Roma a scuola إلى المدرسة a casa إلى alبيت al mare إلى al bahr Da dove vieni من أين تأتي Vengo da lontano أتي من بعيد da lontano Vengo dal Marocco أتي من المغرب dal Marocco إlli هي نفسها sono marocchino أنا magribi Vengo da Milano يعني أنا أتي من Milano واللي هي نفسها sono di Milano أو sono Milanese يعني أنا من Milano Vengo dalla montagna يعني أنا أتي من الجبل نخلي بنا أن أنا بقول Vado in montagna ولكن Vengo dalla montagna من العمل ولكن Vado al lavoro أذهب إلى العمل يبقى ilverbo venir مع بعض حروف القر المستخدم أو le preposizioni ومن da أو dall أو dalla da lontano dal marocco da Milano dalla montagna da casa dal lavoro l'artiklo partittivo edat il-tagzea l'artiklo partittivo أو edat il-tagzea formato dalla preposizione di bia taggawen min xarf il-gar di piu l'artiklo determinati يعني وكمان يكون مع edat التarif أو l'artiklo determinati indica يعني يشير إلى una parte non ben determinata يعني gus غير محد di un tutto piu grande من l'koll اللي هو الكبير يعني gus من l'koll di piu il بتكون del di اللي هي la preposizion di piu il اللي هي l'artiklo determinativo أو أداة التعريف فبيكون مع بعض بيكون del يعني على سبيل المثال لما هقول دل دل يعني من اللبن اللي هو نفسه قليل من اللبن un po di lat un po di lat يعني مثلا أنا لو لو أريد قليل من اللبن يبقى vorray del lat أو vorray un po di lat يبقى هنا del بتعني un po وممكن طبعا يكون في l'articulo determinativo لا يبقى di più لا بتكون دل دل تمام فهنا مثلا هقول دل زكرو دل زكرو هي نفسها un po di زكرو un po di زكرو قليل من السكر أو ممكن أقول دل زكرو على سبيل المثال ممكن أقول ماتي دل زكرو يعني ضع قليل من السكر اللي هي نفسها ماتي un po di زكرو وفي معنى أيضا l'articulo determinativo el apostrofo في حالة المذكر وهنا بيكون di più el apostrofo بتكون del el apostrofo مثلا ممكن أقول دل انكيوسترو دل انكيوسترو يعني قليل من الحبر اللي هو نفسه هيكون un po di انكيوسترو ويوجد معنى أيضا أداة التعريف أو l'articulo determinativo femenil singular المفرد المفرد المذكر وهو la ف di piu la بتكون della ف يعني لما أجي أقول قليل من الماكرونة ممكن أقول della pasta أو un po di pasta un po di pasta قليل من المكرونة ممكن أقول مكان ها della pasta pasta أوكي وهنا في l'aposrofo لكن في حالة المؤنس فبتكون di piu l'aposrofo فبتكون dell dell'aqua اللي هي نفسها un po d'aqua يعني vorray dell'aqua أريد قليلا من الماء اللي هي نفسها vorray un po d'aqua قليل من الماء وفي طبعا أدوات التعريف أو l'articuli determinativi في حالة الجامعة e plural بتكون جامعة l بيكون e يبقى هنا d'pu e بتكون dai dai مثلا dai quaderney dai quaderney يعني بعض الكريس بعض الكشكيل بعض الدفاتر dai quaderney اللي هي نفسها بتكون هنا في الحالة d'aqua ni quaderney 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 بعض quaderney بعض الكرسات أو الكشكيل أوكي وممكن كمان قول quaderney quaderney d'alli 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 attori يعني بعض الممسلين student student هيا هيا نفسها d'alli student وهيا نفسها qualche student طبعا وهنا جامع المؤنس جامع la أو جامع l' في حالة المؤنس بيكون بعض الصديقات plurale dell'articulo indeterminativo إن هي تكون الجامع للarticulo indeterminativo لأداة النكرة على سبيل المثال إحنا بنكون بنقول أداة النكرة un للمذكر المفرد articulo indeterminativo singular masquile un ragazzo يعني ولد أوكي والجامع هيكون dai ragazzi dai ragazzi تمام يبقى هي الجامع النكرة una student يعني طالبة والجامع بيكون d'alli student هنا في حالة النكرة يعني في حالة إن هي بيكون articulo indeterminativo غير معرف نكرة un ragazzo dai ragazzi una studentessa delle studentesse collega tra queste parole quelle che hanno un significato simile tra loro يعني صل بين هذه الكلمات التي لها نفس المعنى أو معنى متشبة مور يعني حق مور بافيمانتو أرضية بافيمانتو voluma voluma يعني كتاب أو نسخة أو طبعة أو ممكن كمان يكون مستوى الصوت سكفال يعني رف رف موجود في وسط مجموعة أرفف أخرى مثل أرف في المكتبة من صلا من صلا رف ولكن بيكون رف مستقل بذاته و إسكريسيون إسكريسيون يعني تسجيل تسجيل في المدرسة تسجيل في كورس إسكريسيون إستيطو إستيطو يعني مهد ستوديو ستوديو يعني ممكن يكون دروسة ستوديو وممكن يكون مكتب ستوديو مكتب نفسون مقر ستوديو دوچente دوچente يعني مدرس عدتا بيكون مدرس جميعي دوچente ديرettore ديرettore يعني مدير ديرettore ديپلوما ديپلوما يعني شهدا ديپلوما شهدا ويستوديو ديپلوما ويستوديو ديپلوما يعني مدرس مور نشوف هنا الكلمات الأخرى واللي ممكن أن هي تتشابه مع كلمات موجودة في الكلمات اللي احنا قلناها ريبيانو يعني رف وبيكون رف مستقل بذاته يعني هو نفس معنى منسولة منسولة هي بتكون شبيهة بريبيانو وسوالو يعني التربة أو الأرض سوالو يعني متشابه إلا حد ما مع pavimento اللي هي الأرض وحنا ريجسترazzjone ريجسترazzjone يعني تسجيل ريجسترazzjone تسجيل وي تقريبا نفس معنى إسكرسjone اللي هو تسجيل إنسينيانت يعني معلم إنسينيانت وبيتشابه مع دوتشينت دوتشينت اللي هو مدرس لبريرية يعني مكتبة لبريرية وبتتشابه مع سكفالة سكفالة اللي هي بتكون رفف وسط مجموعة أرفف مرتبطة ببعض وقليفو يعني تلميز ونفسها بتكون متشابه مع ستودنت اللي هو بكون طالب إسترazzjone يعني تعليم إسترazzjone تعليم وهي بتتشابه مع ستودية دراسة ديرجente يعني مدير وبيتشابه مع ديرettore مدير وسكولة يعني مدرسة ومدرسة ممكن يبتتشابه مع استيتوتو اللي هي بتكون معهد libro يعني كتاب وبيتشابه مع volume volume اللي هو بيكون كتاب أو نسخة أو طبع وهنا التستاتو التستاتو يعني شهادة التستاتو بتتشابه مع ديبلوما ديبلوما اللي هي بتكون شهادة parete يعني حاقت وبتتشابه مع كلمة مورو ripiano, suolo, registrazione, insegnante, libreria, allievo, istruzione, dirigente, scuola, libro, attestato, parete